السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى تكونوا بخير وعلى خير من بعد ما وردتكم الفيديوهات اللي هو مصرحة قدام هذوك ديال البداية ديال كيفاش حتى بنينا هذك الشالي او للاكابان او لادار ما بغيتهم مشي مشكل دابا احنا مستقررين في العربية يعني تقرير بنمودة طويلة دابا هذي باش كنخدمو الداخل يعني باش تفينيو الداخل البيت ودوزو الحمام عاد من بعد ندوزو ان شاء الله للكوزينة وطبعا من بعد ان شاء الله غادي تشوفو توسيع كدير هنا كما تشوفو كان نود الصباح كان خليه من عسين وكان نود نوجد الفطور هنا كندير واحد الحريشة المهم ما راكم عارفين ان الطياب ماشي بزبزب ولكن الحمد لله كان قضي الغرض واخدك شي هنا كما تشوفو غادي نباش نجيب النعنى طبعا هاد شي ديال الجردة وهذا ما زال ما قصناش يعني درنا شوية عشوائي يعني ما عندناش الوقت باش نقابله وبره ولداخل اللي هادا كان حاولونا يعني نتهلو في الداخل بعدا نصاوبوه كامل باش نستقروا مزيان عاد ندوزو ان شاء الله نوريكم كيفاش كان نديرو كيفاش غا نديرو ان شاء الله للجردة وباش تقاد وتنقى ونستفو هاد شي كامل ديال الخضراء اللي انا رونا لك شي الصراحة غير خربقنا هاللي قدينا نحفروه ونزرعوه هنا كما تشوفو النعنى دير الفلفلاء دير الخص ديره خزو اه احتسوه له اللي بغيتوه كعين اير هو بكمية قليلة لان كما قلكن ما عندناش الوقت باش ان انتهلو فات شي كان خدموه تقريب انتهلو مغرب صافي كان عيا وكان نعسو وكان بدهو النهار الاخر اه طبعا كاس ديال اتيم شحر مع الصباح في العروبية راما كيش بحالو اكيد ما كيش اللي عادي قولي انا ما عنديش معه لانا كتعرفوا ان الجو ديال العروبية صبح الله رادين فيه واحد لده واحد المتعة اه صار حكي نقول لكم عقبا لكم كاملين كاملين ان شاء الله اه هنا يعدي نفطروا ان شاء الله هنا في قتهم باش نفطروا طبعا دائما زبيدة اه البلية والعسل اه يعني الحقيقية فدروري دروري في الحياة تكون عندكم ديرولها ميزانية رهية باش غادي تحافظوا على صحة ديالكم وما تتعطاوش الدوايات لانا الاكل الصحي اكيد كيحميكم بزاف ديال الامراض اه بنسبة الحرشرة اكيد ما عارش نقول لكم المقادر ديالها لانا باينا كان انا كندير فيها الواحد البيضاء والزيت زيت العود يعني كان نرملها بزيت العود ومن بعد كان دير كان خلطها بالحليب كتجينينا كتعجبني اه مره مره كان دير حتى ديال النخالة يعني فاش نكون كان عاني من الامسك فكان ندير نخالك تكون كتيرة وشوية ديال هذا طبعا البرد العجيب يعني رفيق الدرب ديال ديال البيكنيكات فما زال ما تخيناش بيه صراحة ما زال ما لقيتش البادي اللي الموعلات كينا عدنا غيتك الشي اللي عادي وبلدي كيما كانت عارفو لانا حاليا رحنا مكرفسين عايشين في نفس البلاسة وهي اللي كان خدمو فيها ما زال ان شاء الله نبارتاجي معاكم كل جادي تشوفو كيفاش كان ندوزو النهار يعني كيدوس قريبن كلو في الخدمة يعني من الصباح يالله الفطور وبعد المرات الى عقست قالناني ندير شي شي هو فكان ندير طاجين طاجين ضروري كان طيب يعني ما نقدرش مثلا نخدمو وما ناكلوش راكم عارفين ما عدناش مع السقاطة هالك شي باش ضروري كان طيب يعني ضروري كان نخلق واحدة الحيز ديال الوقت باش ندوزو نهار مزيان كنو نخدمو مزيان وكدالك ناكلو اكل صحي كنوصيكم دائما كي ما قلقكم ديرو ميزانية في الميزانية ديالكم بزرط ناس غايقولوك ما عدناش باش نشريو العسل الحرة ما عدناش باش نشريو الزبدة ولكن غلا هلا حفظتوا على صحتكم فكونوا اكيدين نقصوا من حويج اخرين ولكن بعض الاشياء يخصوا يكونوا ضروريين في الحياة باش ان شاء الله تبقاوا صحاح كما كتلاحظو مع عادة ما هنا غادي نبدو الخدمة السدة كما كتشوفو هي هدي كدرتها لديك سدة اللي ما شافش يشوف الفيديوهات السابقة غادي يفهم اشنو هدا الروينا اللي راحنا ديرين لانا ان شاء الله هاتش كله غادي تبدل وان شاء الله غادي يعجبكم هنا كتلكم ما قلتلكم هاد سدة هادير انا درتها واجتني جاني ديفوه ورا قلتلكم مراكين واحد ديفو عندي اللي هو جت مع الشرجم لان الشرجم كانوا هابطين لتحت على اساس غادي ندرو الشرجم خوري للفوق ولكن تبدل بلان اه دكشي علاش هاد الروينا كلها خاصة تبدل من نسبة الاخوات اللي كيقولوا لي غادي تكون سخونة فاكيد سخونة يعني الزنقرة كي سخن ولكن اللي زولاسيون اللي غادي نديرو كيما كنتلاحظو معي ان شاء الله نادي نوريكم الفرشي ونقول لكم الاتمينا ديالو كل شي فهو كيعطي واحد العزل رائع يعني بتجريب دب احنا الكوزينة ما زال ما دارينش فيها الفرشي والخشب والبيت خدمناه فعشان نقول لكم فرق يعني كنتجيب حالة داخلة من الفران للتلاجة يعني فرق كبير يعني كيما كنتشوفو خليتلكم صور ولكن غير باشتاخدو فكرة للشكل كيفاش كان بالنسبة لها الواح ديال الفرشي او داك الفلين المهم البيض البوليستيرين فهو كيتباع الورقة كين اللي فيها رقيق وكين هذا رقيق كي فيه جوز ديال السنتيم وهذا فيه ربعات السنتيم في السمك بالنسبة للعرض خمسين سنتيم وبالنسبة للطول ما عارش وش كينا مترو او لقل شوية من متر هناك كيما كنتشوفو كان بدا ناخد القياسات وكان بدان انتراسي ومن بعد كان قطع باش كان ندخلو يعني يكون ندخل في البراسة مزيان لانا في الاول تعدب شوية كانت ندير كل سقب الكولاس السيليكون يعني ذيك السخونة كانت تعدبني بزاف وهذا من بعد لقيت هاد الحل هدا يعني شي حاجة اللي سهلة خصني غير ناخد القياسات مزيان بجنوية عادية كان بدا نقطع ماشي ضروري لعافية غير قطعون الفرشية غير تقطعوها كي تقطعت غير فهاد الفرشية هدا رائع 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 في الاول صراحة كنت متخوفة من نحتنا كنقول واش غادي يعطي العزل واش غادي يكون بحال ديك اللي كيديرو يعني على براك يدير واحد واحد الصوفا متعارف عليها انها كتعطي الإزولاسيون كنت خايفة متخوفة صراحة من الفرشية ولكن صراحة انا دبا من الليل بيتكملناه مازال غادي كيبا لكم على المرحيل شوية متقدمة في الخدمة الفيديوهات ما تطلبش ما نغبرش عليكم دكشي على شكنديراك فيعني صراحة فرق كبير 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 بزاف الناس اللي معمرهم زعموا كان زعمكم لأن الزنك تسخن ولكن فاشكنديرو الفرشيون زيدو الخشب لأن الخشب درنجوش طبقات بزار غادي تشوفوهم فشغي نقول لكم يعني البيت في واحد الكليماتيزاسيون ورائعة يعني في الليل اللي برد الحال كتلقوه دافي وفي الوقت اللي في الصباح يعني في الدور فكيولي معزول تماما يعني احسن من البيتون مليون ألف مرة انا كنصحكم تديرو وإلا كنتوا بنيتو حتى بالبيتون انا كما كنتشوفو الصباح لاخر من بعد مسالينا الفرشي هنا يا فاشكن نعسو هادي بنتي يريم الناس اللي ما كيعرفوها شكبرات تبارك الله لاخللكم وليداتكم كاملين والناس اللي ما عندهمش ولدات الله يرزقهم ولدات صالحين ان شاء الله طبعا فرحانة هي هنا وخها روينا وخها يعني عاجبة هاد الجو هذا كتعرفو الدراري كيبغوي يديفوله ويلقوا في نجري ومشي بحلال برطمة هنا يا فاشكن نعسو يعني في نفس البلاسة اللي كان خدمو فيها ولكن مشي مشكل ولكن دينا تلفازة عندي تلفازة اخرى ديناها وهنا يا فاشكن نعسو وكانت تفرجو دبا حاليا ديك البيت حيث كان خدمو فيها طبعا جمعنا تلفازة كانت تفرجو غير في البيتسي المهم كان استمتعو كان دوزو هذا الوقت الحمد لله وخات تعب وكل شي ولكن النهار كيدوزوي لانك يكون انجاز في الاخير الحمد لله كي ما كنشوفو هنا بنسبة لهذا الخشب هذا المضغوط خديناها على جوج مرات المرة اللولانية خديناها رخيص يعني السوم كديلو شوية هاد الخشب را كيكون عند الناس اللي كيبيعو ذاك الشي ديال الخشب القديم احنا خديناها في المصباحيات في المحمدية موجود يمكن حتى فكاز اغير معرفناش البلاصة احنا مشينا خديناها في المحمدية واحد المنطقة سميتها المصباحيات كيبيعو في ذاك الشي القديم في اه فاش خدينا الزنك وهاد الخشب خديناها تقريبا اه شعا نقول لكم خديناه ب 3600 الورقة في المرة الثانية المرة اللولانية يمكن 2400 دريال ولكن بالدرهم مية وعشرين درهم لا بقيت عقلة و المرة الثانية اخديناه بمية وخمسين درهم وشي حاجة حسبوها انتو ما هاد شي نقول لكم الحسابة ما عندي شمعه صافي كان بدا وناخدوه باش كي يديرو الدكلاباز كيما اقول لكم هادا كي يكون في ذوك السلع اللي كي يجيبون من برا اه كي يحيدوهم كي يبيعوهم من الناس اللي كي عاودوا يبيعو الخشب القديم وحنا ناخدوه جديد يعني كي يكون زيان انا اعزلت الصراحة لي ما فيهمش ضرابي بزاف لان كيني اللي مكار في صين السيد اللي كناخدو عنده مرلو الدار بقيتش عقل على المرتوب باش نحطها لكم ولكن الى لقيتها عند رجلي ان شاء الله غادي نخليه لكم باش تتصلوا به باقي خاصة نزيدو منه لان باقي الكولوار باقي الحمام باقي اه نتمنى الحمام انه يكفيني باقي لشي شوية كانتمنى انه يكفيني هنا كما كتشوفو بالنسبة له هادوك لالبريزات كان بدا ناخدو القياسات وكان طرعسة يعني كان شوية دي التمارة ولكن الحمدلله يعني تقريبا اه رحنا في المرحيل النهائية دي البيت باش ان شاء الله نصبغو ونوريكم كيفاش غادي نصبغو ذاك الحيط ان شاء الله اللي قلتكم غا نديرو بحل الحجر المهم تابعوا معي ان شاء الله غادي تستافدوا كنتعاونو انا ورجي الحمدلله يعني اه تاوه مساعفني بزاف وكان خدموم زيان وربي راكي سهل كان اخد القياس ديال البريزات وكان وضعهم ومن بعد غادي ندوز باش نقطعهم مكتش من القند كان نشوف الميش يعني شي ميش غلي لان هنا بديت كان نخدم بالميش ترقيق يعني شوية العقز باش ماشي نقلب على الميش الغلي ومراه كل شي خديناه كل مره بنسبة الناس اللي كسولوني على المطاري لان ما شريناش كل شي خطره وحده لان لجيناش كل شي خطره وحده اكيد غادي جينادك شي غالي السوطوز بدلتها لان الخراء تكوان ساتلي اشتريت هذه البوش انا احضرت لكم عليها في الفيديو السابق ان شاء الله يلابوتوا تشوفوه رجعوا للفيديو ديال الفراش ستجدوني راني شرحت شحل تمانها والنوع ديالها طبعا كانت قبو تقابي ربعا ديال تقابي ومن بعد كنت ندوز ندير بالسوطوز باش نقطع دك الدورة ديال البريزات هنا رقيت الميش اخيرا وخدمت بيه لانا عدبني هاداك الرقيق هنا مازال عدنا شوية ديزوردر الصراحة لانا مازال ان شاء الله مازال غادي نصاوبوا البيت ديال اللي بيرحته هاد ندروه بنفس الطريقة يعني بالزنق وبهذا ان شاء الله غادي يعجبكم دك الشي في الاخير وخا كتشوفو ده بروينا وكتشوفو دك الشي مان فهمش لانا صراحة كنظن انه جديد على المغرب انا قلبت ما لقيت شي حد اللي دير بحلا الطريقة اللي درت انا ولكن ان شاء الله الاخر هي كل شي يلي كتهذر اما دابة طبعا كيكون شوية ديال ترقاع كيكون شوية ديال الروينا ولكن ان شاء الله النتيجة عادي تكون مرضية بحول الله طبعا عدتعدبنا باش ننقدو ذاك البريزات ما كتشوفو بش خطرة واحدة ولكن معلش غا شوية ديالخاطر وكان مبدو ناخدو القياسات ونقدو حتى كان ننسى باش كان فكسي وراكين ان فيست خاصة لكي دخلو في الحديد كان شريوهم معاد كان شريوعو تاني اليفيسات اللي كيدخلو في الخشب وحدو ولكن هادو كان فكسي والخشب في الحديد هما انيت نفسهم هادو ديال الحديد كانت تقبو بالنسبة لها في السياس تهياء انا هضرت عليها في تاك الفيديو ديال الفراش اشتركوا في الان اتمنى ان ترون الفيديوهات ورزيزة اتمنى ان تروني الفيديوهات اشتركوا في اختيار كما كنت شاهدون من بعد نحاوله حتى نقضي الخشب و كان فيكسي و كامل من الجوانب كاملين باش ما يبقى إلعب بالنسبة لهذا الخطأ اللي قلت لكم هو أن الحديد السدة جاءت طويلة و جاءت فوق من الشرجم وكنت مضطرة أنني نحيي هذا الجانب لأنه جاءت فوق كما قلت لكم كان شرجم هابط كان جاءت مزيانة ولكن من اللي طلعنا الشرجم الجات هاديك سدة كله غادي جي مع الشرجم يعني يدفو كبير اضطرينا أننا نجيبو الحداد باش يقطعها و يحيدها و غادي تبدل حتى دوكل البودرات اللي كانوا طالعين حيتهم و درت وحدة ما زال غادي تشوف ان شاء الله غلفنا هذا باب الخشب ما زال غادي تشوف كيما قلت لكم غادي تابعوا معايا وما تزربوش وما تحكبوش قبل ما تشوفوا النهاية لأن الفيديو النهائي هو اللي غادي يعطيكم فكرة لأنه بزاف الاستغراب لقيته عند بعض الناس ما زال ان شاء الله هاد شي ما غادي شي يبال لكم دابا حتي يكمل و ان شاء الله غادي يعجبكم و شو كانت طبعا على تشجيعاتكم لأنه كتفرحوني بتعليقاتكم ان شاء الله غادي نستمر و ما عالش نقطع الفيديوهات حتى يعني نوريكم الشكل النهائي بني سميل سلمتا و كانت كحشي شوية لحيت بعدنا باش ان شاء الله لقافي نخدم هاداك الحائط لكم تابعوا معايا الفيديو المقبل ان شاء الله غادي ندوزو باش نغلفو الخشب الليلات و نعطيكم بتمند الخشب و كيف اجدرنا له باش يجي يغطي هاد لي ديفوه كاملين و ان شاء الله لتشوفو الشكل ماشي النهائي ولكن ان شاء الله ما قبل النهائي للبيت شوفوه كيف جاء و كيف جاءت سده ان شاء الله مازال خدمه و كان نبغين نحرق المراحيل ولكن تابعوا معايا ان شاء الله كل شي اعجبكم في الاخير هذا هو اللي كنتمنى نكون دفتكم بشي حاجة و سمحوا لي على البلابلا نتلقاوا ان شاء الله في الفيديو المقبل بحول الله و التغليف نهائي للبيت و طبعا بغادي نديرو القبص بالمغادين مشي غالي نعطيكم بعض الصور تشوفو يعني صور ديال تايني هاوس يعني المنازل الضيقة كيما كتلاحظوا معايا فكرة زوينة بزاف عجباتني هما كيديو هاد كيما قلتكم هاد تايني هاوس كيحركوها يعني كيجروها حلا بنسبة لينا اللي بغا يدير بحالة الشكل يعني عندهم مثلا ارض صغيرة و ما قدرش يبني مساحة كبيرة فكتولي هاد الدار هادي هي مجموعة ناس اللي ما عندهم مش مشكل مع الضيق ف هاد الفكرة هادي را غزالة كيديرو الفوق ديكس الدبحة اللي درت انا كيدروها اما هي الصالون بش كيرتاحوا فيه و التحت كيديرو بتنعاس او للعكس المهم كيبقى كل واحد كيدير حاجة على حسب الاختيار ديالو كما كتلاحظو معايا هادو راه ديور ضيقين فيهم بتنعاس بنسبة للاشخاص طبعا الجوش اشخاص المكسيموم عندهم طفل واحد يعني ما يكونش اكتر من هاكا كيكون الصالون وبيتنعاس الفوق والكوزينة وطبعا الحمام كيكون ضيق فطبعا هاد دويرة هادو كيكونوا انيقين وزوينين بالنسبة الناس اللي يبغوا يديرو في مساحة ضيقة فهاد الفكرة هادي رائعة قلت نبرتاجي معكم هاد تيني هاوس لانا الاغلبية ما غاديش يكونوا سامعين بها فقط اللي عندهم اهتمام بهاتش ديال ديكورات الداخلية كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من القناة ديالي وما تنسوش دائما كيما كنتطلب دائما منكم دعموني 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 لانا محتاجة الدعم ديالكم بزرد الافكار كنجي نطبقهم كنلقى عندي الامكانية واقفة كندير بنقص وكنولي المدان قضي كنتمنى انكم تساهموا معايا في نشر الفيديوهات باش ان شاء الله هنبرتاجي معاكم افكار جديدة وان شاء الله تنسا اتنا الاعجابكم تهلوا لفرسكم والى اللقاء